اردت كل الطيور وزهت دنيا الحضور ثم قالت للحضور مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا أهلا وسهلا صحبة كنتم وأهلا ونقول للجهل مهلا ذك حفل الناجحين ذك حفل الناجحين ألف مليون مبارك رب نازدهم وبارك كلكم في المجد شارك نعم أجر العاملين وردت كل الطيور وزهد دنيا الحبور ثم قالت للحضور مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين كم عزمتم واجتهدتم في الليالي كم سهرتم وتفوقتم وفوزتم باركوا للفائزين باركوا للفائزين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شعور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادئ له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أستغل حديث كتاب الله وخيرا لحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار المبعد مع أشهد أن أخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد تحيوه إن شاء الله السلام عليكم ونحن بلابانينا بروغرام كيني أن أشكوه إماني حالك المنطة سنوكتين 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 أميكتين 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 سنوكتين أميكتين أميكتين وأن أميكتين يكون وكذلك وكذلك فلم تقول وكذلك وكذلك كانوا أحبط وظبت وكذلك أن أرى ويجب أن يكون مدى السجنة ويجب أن يكون مدى الحديثة أماكن المبالي يتحدث عن النسائق ويجب أن يكون مدى الكبير ويجب أن يكون مدى مدى لكني أصبح أفضل وزرع ويجب أن يكون مدى مركز برنامج كان بلاوينا إن شاء الله وتعالى المهن هاد المعلن قرتين في ديسية رقائي ياريار إيه قبرتاز وقتك المهن تاكبح يدوكسي قاندا والغلم سرات كان رمين هاي وحان لأنه هاي مبروك وحان لأنه هاي هنبليو إن شاء الله وتعالى كتابك إلهي حفظيو وإلهي سبحانه وتعالى أتيس اللي جعل الله ينكدقو إيهو والدين تورمان انتي وح كتابكسي وشانك دونيو اخو rodz متحته وفي هناك أبيالك كلية ونوه وحان بلينا إن شاء الله وعرفنا كإننا Vegaram Camera ما أنبليو إن شاء الله One little program بروغرم كاننا نوخ layered looks like وظيفه Man أنبليو سيكون ما الذي سكون بتريب المنزل ما הם نشاء الله تا علي كتابك ويضيف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة انتظروا على تجربه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل فلا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا ودي القربى واليتامى والمساكين وقولوا لنناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون إن شاء الله تعالى كلمة الترحيب الحمد لله ما غرد بلبل وانصدح وما اهتدى قلب وانشرح وما عم فينا صرور وفرح والصلاة والسلام على النبي المضهر صاحب الوجه الأنور والدبيل الأزهر وعلى آله وصحبه خير أهل ومعشر صلاة وسلاما إلى يوم البعث والمحشر ضيوفنا الكرام أولا أحييكم باسمي وبإسم الظلابي والطالبات مركز دار القلب بتحية من القلب يضيب شذاها مسكا وريحانا وتحمل ذياتها حبا ووفاءا ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد أيها السادة والسادات بأفئدة تفيض بنور المحبة وقلوب تنبض بنور المودة وعبارات محملة بروح الإسلام والإيمان أرحبكم أهلا وسهلا بعدد النجوم في السماء وبعدد حروف في القرآن أهلا بكم بعدد ما أنزل الصحب من قدران وأمضار ولكم منا أجمل حب على الحب نحب كل حب وتقبلوا خالصا تحياتنا القلبية المعطرة بأضاة المحبة المودة ثم نرحب مدير هذا المركز فضيلة شيخ آدم محمد حسين حفظ الله ورعاه من كل سوء الذي بدل جهده في تعليمنا وتوجيهنا ثم نرحب علماؤنا الأجلاء وضيوفنا الكرام ضيفا ضيفا والوالدين والوالدات والطلبة والطالبات أقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا يا من أتيتم دارنا مرحبا بكم بأيد مفتوح وقلب مسرور مشاركتكم معنا مهم جد بنسبة لنا في مثل هذه المنسبة فهنيئا لكم أيض ضيوفنا الكرام ضبتم وضاب ممشاكم وتبوأتكم من الجنة منزلا مرحبا بكم أيض ضيوفنا الكرام تهلل مركزنا شوقا لمقدمكم أحبابنا إننا ننتظركم في هذه الأيام أقصر كلامي إلى هنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيكا وحوها يحيى عبي واني ير لكني سيدي عريبك ووحالي وكلمة دو أسو جيديي إيو كالسولدك موغطي وحيهات وحلاليا وطاسنا وحاوي معلنك كلمات ننيت تلك الشركة وحنا وحنا وحاوي معلنك الكريم مضح كوهة هنا وحنا وحنا ويعيه احنا وحنا 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 وحيه الماما بعد أعونا يرى محمد عمر آدم محمد عمر آدم المنزل يمتلهم وهان الغضبه وحيهات العرب وحنا يقول قرآن الكريمür إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يضع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة المؤمنون إن القرآن الكريم يهدي أتباعه للحق ويأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه وإتباع من نجه وسلوك ضريقه سبب لسعادة في الدنيا والآخرة والمسلم يرتقي بالقرآن منازل الجنان فمنزلته في الجنة بقدر ما قرأ ورتل في الدنيا من القرآن الكريم أما هدايته للحق والصواب في كل الأمور فقد قال الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأما أنه يشفع لصاحبه فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه اقرأوا الزهراوين سورة البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير سوافة حاجان عن أصحابهما اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة ومن فضائل قراءة القرآن أن قارئه لو بكل حرف يقرأوا عشر حسنات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فلو بي حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لا ميم حرف ولكن ألف حرف ولا من حرف وميم حرف ومن أسرار قراءة القرآن أن قارئه يكرموا الله يوم القيامة ويرضي عنه فقد روى الترمذي وحسنه عن نبي ريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن نبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء القرآن يوم القيامة فيقول يا رب حله فيلبس تاج الكرامة ثم يقول يا رب زده فيلبس حلة الكرامة ثم يقول يا رب أرضى عنه فيرضى عنه فيقال له اقرأ وارقي ويزاد بكل آية حسنة وغارئ القرآن يا عباد الله يترقى في قمم النعيم يوم القيامة فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال يعني لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين عباد الله أتعلمون من منخيار هذه الأمة اسمعوا إلى حديث الذي رواه البقاري عن عثمان بن عفان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه فعلى المسلم أن يتعلم القرآن حتى يسبح مايرا في قراءته وحبته عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الماير بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران وأقصر كلامي إلى هنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا من طالب المتخرجين أريد أن أقرأ أمامكم كلمة وشكرا وتمثيلا أو نشيدا ولكل سورة أصحابها فدعونا نقلق الآن حناجرنا بالنشيد بوحا ببعض الحضور تخرجنا 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 بحمد الله أتممنا نهلنا من علوم الدين والدنيا كعطشتنا على يد كل ذي علم بإخلاصي وعلمنا يزكينا ويرهمنا ويفتح فهم طالبنا فإن سالك مركزي فإسلامية علم تسامى قدرها الأمم وأمم شطرها النيم فهذا اليوم يحكي عن سنين عزيمة وكفح بها أجر الرفاق النوم في ليل وفي إسبح مدارسة وبحثا في فضاء العلم في إلحة تخرجنا لنحسد ما جرعناه لكل نجاح فإن سالك مركزي فإسلامية علم تسامى قدرها الأمم وأمم شطرها النيم فهذا اليوم يحكي عن سنين عزيمة وكفح بها أجر الرفاق النوم في ليل وفي إسبح مدارسة وبحثا في فضاء العلم في إلحة تخرجنا لنحسد ما جرعناه لكل نجاح وذل أطيار صادحة بفرحتنا مشغشقة وذل أزهار فائحة معادرتنا ومنعشة وكل الكون أشرق فالسما والأرض لن يارو فلله موفق منك يا لي حمد ذي شكر ونشكر جمعكم شاركتمونا فرحة لعمري حللتم بيننا أهلا بكم من كل ذي قدر بكم طاب المكان وغلت الألحان في ثغري فإنسان كمركز فإسلامية علم تسامى قدرها الأمم ويمم شطرها النيم تخروجنا تخروجنا بحمد الله أتممنا نهلنا من علوم الدين والدنيا كعضشتنا على يد كل ذي علم بإخلاصي وعلمنا يزكينا ويلهمنا ويبتر فهو طوالبنا فإنسان كمركز فإسلامية علم تسامى قدرها الأمم ويمم شطرها النيم حدو وحان روا معلنك وحاكلو أسمي ييد ذلك أو الدهارة أو قرآن ككريعي هن اشتركوا في القناة 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 للدكتور اشتركوا في القناة بنيا اشتركوا في القناة 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 إنه يمعنا كبيرتان شعر خاص كبيرتان علمي كتب جديدك كتابك لاهي المهنان سيرين هو حل ما نلوه روح يستوى رحمة القفور دمان سليمان والجنزول الحمد لله مسليا على محمد وآله ومن تلا وبدو عظم للمريدي في النور والتوين والمدود سميت بطنفة الأدفال عن شيقنا الميد للكمائي أرجو بي أيام فعبد لابا والأجر والقبول والثواب أحكام النون الساكنة والطوين للنون التسكم ولتويني أربع أكام فقد تبيني فالأول الإذار قبل أعرفه للعلق سترطي بطل تعرفه هم زفاه ثم عين ننهاره ممالتان ثم قلقاه والثاني إذ قاموا بغير غنى والسلم عنده قثبت لكنها قسمان قسم يضق ما فيه بغنة بهم إلا إذا كانا بكلمة فلا تذقنكم الدنيا ثم سلوان انتلا وثاني إذ قاموا بغير غنى باللعن ورى ثم كارغن وثاني إذ قربوا أنت الباقي ممالبغن نتم مع الإقفاء والرابع الإقفاء أنت الفضل من الحروف واجب للفضل في قمسة من بعد عشر ومزوة في كلم هذا البيت قدمتها سفراتنا تمجاد شخص قد سماد طيب سدفيد وقف الطائمة أحكام من النوم المشددين وغنى مما ثم نوم شددا وسمى كل حال في قناة البدا من ظم كارغن إلى هذا سلم الأصول إلى علم الأصول نريد أن نقدم إليكم نظم سلم الأصول إلى علم الأصول أبدأ بسم الله مستعين رضي به مدبر معين الحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واتبعنا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عمل استغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد دلوث فتن فيما قضى وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإقلاس أن لا يعبدوا بالحق مألوه سوى الرحمن من جلع عن عيب وعن نقصانه وأن قير خالقه محمدا من جان بالباينة والهدى رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق صلى عليه ربنا ومجد والآل والصحب ومن سرمد وبعد هذا النظم في الأصول لمن أرد منهجا رسوله سألني إياه ومن أرد منهجا رسوله ممتثاله فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على قدر الباقي هذا يوم من جانب ومجد عبد العزيز عبد العزيز ومجد عبد العزيز ومجد عبد العزيز ومجد عبد العزيز 똑같؛ الله عزيز عليكم ورحمة الله بركاته نقدم اليكم منظومة أبي إسحاق للشيخ إبراهيم بن مسعود بن مساعد الإلباني الأندلوسي رحمه الله تعالى تفت فؤادة الأيام فاتا وتنبت جسمك الساعة نحتا وتدعوك الملون دعا عطيق ألا يا صائع أنت أريد أنت أراك تحب عرسا لا تقيد أبت طلاق على الأكياس باتا تنام الدهر وريعك في وضيغ يا حتى إذا ميت انتبهت فكذا أنت مخضوع وحاتا ملا لا ترعني عنها وحاتا كترين دعوتك لو أدت إلى ما في حضك لو أقلت إلى علم تقول في إماما مطاعا إن ميت وإن أمرت ويجلونا بعينك من وشاها ويجيك الطريق إذا بللت فتحمل منه في ناديك تادا ويكسوك الجمال إذا عريتا ينالك نفر ما دمت عيا ويبقى ذكره لك إن ذاتا هو الحج وأند ليس ينبو تصيب بمقاتل من أردتا وكنز لا تقاف عليه الصد حفيف العمل يوجد حيث كنت وزيد بكثرة الإنفاق منه ويوقص إن بكفا شدتا فلو قد ضخت منها الواقا من لا أترطت تعلم وغلتت ولا مشقلك عنه والمضاع ولا دنيا بزورك يا فتنت ولا علاك عنه أنيق روض ولا غذر بزينك يا كلفت فقوط الروح أرواح المعالي وليس بأرقعنك ولا شرفت فاغنقوا وقل بالجد فيه فإن أعطاك الله امتفحت فإن أعطيت فيه طول باع وقال الناس إنك قد علمت فلا تأمن سؤال الله عنه إذا وضيق عنك فعل عملت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نؤقدم إليكم أسئلة واجبة في الفقه سؤال ما الضهارة جواب هي رفع الحدف وإزالة النجس سؤال ما وصائل الضهارة جواب هي الماء ورى التراب ورى الحدر ورى الدر سؤال كيف نضحر النجاسات جواب بإنزالتها وغسلها بالماء سؤال بماذا تكون الضهارة العدث جواب بالنجولة بالغسلية والتيمم سؤال ما أقصام اللياه جواب أقصام أربع جواب الماء المطلق الماء المستعمل الماء الذي فارضه مطاهر الماء الذي وقعت فيه النجاسة سؤال ما الماء الذي يتطهر به جواب هو كل ما نزل من السماء يغلبها من الأرض ما لم يتقير له وضعهم وضيعهم سؤال من مجاسة جواب أن تأسقي الغدارة التي يتنزع عنا وأغسل ما أصابه سؤال ما فروض النضوء جواب فروض النضوء سنته وما هي غسل الذي ومنه المجموعة والاستنشاء قصوا اليدين إلى المرفغين ما اسم جميل الرأس ومنه المدنان قصوا اليدين إلى الكعبين الترتيب الموالات سؤال ما نواقض النضوء جواب القارب من السبيلين جواب الأغل بنوم وغيره مصوا الفرد بباطن الكف أكل اللحم الإبل الردة عن الإسلام سؤال ما التيمم جواب جواب ومسل المدين واليدين بتراب ضائر بدلا من المذور والمعوذة بالتهمم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقدم إليكم أفهنة وأجوبة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم سؤال سؤال متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم وأين ولده جواب ولد النبي صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول من عام الفيل في مكة المكرمة سؤال سؤال لا نسبه صلى الله عليه وسلم جواب هو محمد بن عبد الله بن عبد المقلب بن هاشم بن عبد المناف بن قصي بن كلا بن مرة سؤال سؤال ما فرده ومتى تنفي جواب اسمه عبد الله عبد المقلب توفي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بضن أمي سؤال انكم بعد أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم جواب هو محمد أحمد الماحي الحاشر العاقب سؤال من الهناءات أرضاء صلى الله عليه وسلم جواب اسمها اسمه جواب ثويبة الأسلمية وعليمة السعدية سؤال أين استردع أدو الله صلى الله عليه وسلم جواب استردع في بادية بني سعد سؤال سؤال ما اسم أم النبي صلى الله عليه وسلم وأين ماتت جواب اسمها آمين بنت وهب وماتت بالأبواه سؤال من كفل النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أمه جواب جواب كفله جده عبد المطلب سؤال ماذا عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في صغيره جواب عمل برعي الغنم سؤال سؤال من أول الله تكود عن النبي صلى الله عليه وسلم جواب خذيجة بنت خويلة رضي الله عنها سؤال 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 وقت كي سنة دميني و المه وقت كي سوصاري أياها هاستا وحالاها غايلية وطلقا أي دهان معلمات المه قرآن مبارن تبا سنة كجرة شنة تبا سنة كجرة معالي كان المه مدبوعية المه مئيار سيامس وحب مؤديك مياه أوه ليه معالي كي وح سوصار ووحن يبتوصنا وقت المسيني سين ومئماني سين و المهين اللماء فرعين سين مالكا نرتوحان ليه يسان وصولهم دوكسييني وليكي ريو كجرة معاليكيني وليس سيني همي القارين المفع وصوصاري وفكي هدو العنوك فيع صوصار أو كوكلا صوصار أو كوكلا صوصار إن لو هنبال يولغا ومه سنتاي شاقاء غواط إلا الله مالله يشكر الناس الله يشكر الله النبي عليه السلام نين كان نكومة هذين ننددك إلهي كومة هذين قلت إن شوك ليه هلو معالي وادداشي مالكا معالي وادداشي وحباقات أسان هراوسي سعون المفع ونوكيني ومسايكي وقلييي وطراويح ورين الدجين طراويح هانا كوكو فيرنايا طراويح الدنبانا كوكيني رواه ودوكسييني كميدا وفوكو ترقالي إنو المفع وصوصار أو المها ووحبارتان هادا كدنباو إلا أسواح براو معالي لنوانقرد مالكا معالي دوكسي وليعينها نسي ومالكا معالي في مراتان ويقبانات أحد مكان ليس كرينة الأمات في الأراضي تأشيرك ووحب المعالي وعيحانا يوجد أن يتحرقmedهم وإلمان كذلك كانوا يقولون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هنا عندما أصدقنا، أنت على أبيضنا ليس محلاً لدينا ورؤية أشياء شخونا جيدة جدًا شخونا لدينا نفسي ولكنني أقول لهم مفتريني أن نفتة دكسي لدينا عادة شخوه المات أنا هنا لدينا جيدًا إن شاء الله شخونا أنا أحيث أن نفسي نفسي ولدينا أشياء شغيل الله هذه المهمة سألنا إن شاء الله وقتنا وعلمه ونهرانيا ونبتد من بلنبها انتصب بسوكوه إن شاء الله شكرا 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 إذا قد عظيم يخفّرون العظيم هل يستهل الذين يعلمون والذين لا يعلمون قفك وحقرنين إلهي سبحانه وتعالى مسلمين قفك وحقرنين آدي أدبا عتو مهمي حسنا إصلافع ما عتو والدك وانفع بلشد وانفع مسلمين تدروا ما عتو انفع مارك عارلتو حبرشدو مارك هو مهم تواتس مارك إخواني في الله مارك عو سول نخيض منك مارك عاردادا مارتو محشن مارتو مانتقلين جيبراس مارتو مكام مارتو سوئ وان آدي أدبا لنهو فراحسن آئي امك أصو مارتو جبلها افعلين وحال جبل هيت محاند داعي ماموري مارتو جبلها جبلها اناهاء تخفر حيث نالان وهم آرتي بيولی حيث نالان لكادال كلاها جبل کا كنت ترغباً like وعندما سابقاً يوجد ذوائد من القصيد ودافها ما حدث想 أنه مؤشر اي قد لمئه يوجد ذوائدي سابقاً من القصيد كنت ترغب من القصيد لقد أسترعط لنا فعندما سأقومون شباباً أحسنت سبحانه وتعالى قد أثناء كنت ترغباً نغادرتين إذن النهايات ليس لك بنفس الوصف ونحن بجرد كل ما نساء نفس المقبلات rippedolحة وأنه على الناس تقوم بالقنات لهم نساء بجرد بجردنا في المن person فتبعوا بجرد بالفعل من المساعدين وطلبهم كانوا منذ الوصف ثم يدعوا بجرد ترجمة نانسي قنقر 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 قوموا بتركون هكذا وهذا مرحبت أن تكون هكذا من المرحبات يتقوم بعمل الى ناكسش بقرأوا من الله مرحبت عنها قبل المختلفة وضعوا مرحبا لتعاون المصدر وضعوااتها ة وقلوا بواسط الكلام التي احصلت لها كنا من المددد أنه يفعله بواقعه هذا المدد هذا الولمي هو الوليد لا تستطيع عن ذلك بسيط على كلها أنكم لا تستطيع واقع في هذا المدد والمددين في السلام أنا فعل هذا المدد إنه لماذا لدينا الحصول على الكثير من أشخاص أنني أم الناس لدينا حرمت آمان والدين كالإسلامة الآن شيء ما يخبره وهم كبير من المددين السلام عليكم اشتركوا في القناة وقد أشتركوا في القناة وهنا خصوص الخاص بنا اشتركوا في القناة ثم عبد الرحمان يترجموا في القناة والحمد لله ويجعاننا العلم والعلم وال the هذا الحصول يجب أن نأشهد من شديد من الناس من التعديد من المعالمين ومعها إن شاء الله من أن يتم تحييبون إنه يتم تحييبونها لكن يتحيبوننا إن شاء الله المترجم للقناة 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 ايضا يقول لكم ايضا و ايضا يقول لكم أكدت إذا كنت اخبرتكم بهم بأن اخبرتكم المنشفين ببعض الأخيرة شكرا لكم لدينا كل شراء يصبح حيث لدينا كتابة جيدة لدينا كل شراء وكتابة مناسبة من المصدر ومناسبة إنها نطبق ومعرفة الإلماعة معنى فهم تساعد الألم قد يكون القول عنه تدريب القرآن بقليل قبر قد يقولوا منه تعالى ، أمي له درشرة لكن ، أشعر بالدنافع القرآن من يمتلك الشعر لدرشرة قال طويل . تعالي لكن ديكسك حتى ديكسك ديكسك ذلك إلى أنه هل أنctor انت العقد كلا يسكي جوبا سمي جفته مارك الدوعة والدين تعدد دوكسي باسم ديس ان شاء الله تعالى وان ايدنا وان شاعدنا فاركا انتا سنقصه القابنا وقصروا كلامي الى هنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها ثراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن اراد ان يذكر او اراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاضبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كراما والذين اذا ذكروا بآيات ربهم صما وعميانا والذين يقولون ربنا هبلنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما اولئك يجزون الغرفة بما سبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما